اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبالكوينز ريب التسليم وبيدعم اللغة العربية ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا الرابط كودو خصم موجودين تحت بالدسكريبشن وايضا متجر ليجندوي بيوفر كوينز باسعار جدا مناسبة وطرق الدفع تحويل بنكي للبنوك السعودية وطبعا طرق التواصل مع هالمتجر كله رح بتلاقوه كمان بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ارؤوس ورموكو اليوم مقطع جيد من سلسل تحديات الفوتودرافت عنا بهذا المقطع تحدي جدا جدا اسطوري رح بيكون واللي هو تحدي فوتودرافت بطاقات دوري ابطال اوروبا طبعا متل ما بتعرفوا عودة اسبوع دوري ابطال اوروبا والمباراة اللي رح تكون المباراة جاية ما بين اياكس وريال مدريد اللي هي بعد بكرة وفي توتنهام ومين كمان توتنهام وبريس دورتموند رح يلعبو ضد بعض فهذا الاسبوع رح بيكون في مباراة كتيرة بدور دوري ابطال اوروبا فبتمنى بالما نبدأ دعمك بسر لايك تشترك بالقناة يا واحشي زيانكم تمشترك اول ما نوصلت 8500 لايك فرح بنزلكم التحدي الجديد الفكرة وبكل بساطة انه رح نحاول نختار كل البطاقات اللي بدوري ابطال اوروبا اللي لونا ازرق بيجي هاي بتكون خاصة لدوري ابطال اوروبا فبتمنى فهمتوا الفكرة وخلينا ندخل ونشوف التشكيلات اللي عنا يا رب شوف من اولا قلعني لبرنا فورا ما في تشكيلات اوكي خلينا نشوف يلا عطونا تشكيلات ع اوكييي 4321 و432 ابحب اهي الخطة بصراحة 4321 شفتوا تحدي ايه صاح نزل فتحدي مبارح شفتوا كيف حسرنا بالحظ جتني عارضة بدأيات 90 وراحت شراط اضافية وخسرنا على عموم بالبداية بيجينا كيفين دي بروين احض دي بروين خلص رواخد دي بروين يعنى من افضل اللعبين بمراكز خط الوسط منشوف الار الماسيي من دوري ابطال وفي جورج بست ازا بيطلع لي بيكون ممتاز كمان يا سلام يا سلام لعيبة كلها عادية يا سلام خلص رح أخذ غيرث بيل مع أنه كان موجود لنسخة دوري أبطال بس ما طلعت لنا ما في مشاكل بدنا شيء لعب أزرق يعني بالمرة هيك أوكي كانتي تسعين كانتي مو موجود لأ بطاقة لأنه تشيلسي أصلا ممشارك بدوري أبطال أوروبا فمناخد كانتي أوكي لحد الآن يعني تشكيلة معقولة بصراحة بس أنا عم دور على بطاقة دوري الأبطال فمشان هيك يعني يمكن متضايق شوي أوكي معقول يعني خلص رح أخذ هذا الأنفورم بما أنه ما في أي بطاقة من بطاقات دوري الأبطال طيب عطونا آيكون إذا ما بتكون تعطونا دوري أبطال أوي غريزمان من بطاقات دوري الأبطال ممتاز ممتاز هاي أول بطاقة والله غريزمان طاقاته خطيرة أنهاء 96 عنده شي جدا رهيب بجناح اليسار إذا بيجيني دلبييرو أوش يلاعب من دوري الأبطال يقول له تيريون ري يا حبيبي تعال تعال والله خطير بيشبك مع غريزمان ومع كانتي خلينا نشوف السي أملي بالنص يا رب مودريتش أزرق يا رب أوه راكي تيتش راح علي بوكبا بس بيجينا راكي تيتش راكي تيتش ممتاز تخيل لو طليلي مودريتش أزرق وراح علي مشان اختار راكي تيتش يعني بصراحة فعليا الواحد كان ممكن يتغيق و يزعل أوكي أوه دفينسونسونسونشيز الله يا أخي يكون يا لعب يا الله شوف بيروح علي بران أزرق بس لأنه 我 esperتك صراح علي بوكبا ومراسله أزرق كمان سجلوا سجلوا أن tiver النسخة البردقانية اللي مثل هاي ومراسله أزرق وبراسلوا أزرق ور Tahira صالح حاليا كان بفضح أربع بطاقة من بفضح دوري الأفطال لغاية الان ما في اي مشاكل منكمل بإذن الله بطاقة خامسة اوه البطاقة الخامسة فرتونخن من بطاقات دوري ابطال اوروبا خلينا نحطه هون وهيك بكون صار عنا خمس بطاقات شي جدا رهيب بالحراسة في دخية بس يعني ممكن يطلعنا وممكن لا بجيني كيبا اوكي كيبا اسباني ومن الدوري الانجليزي فا شي ممتاز يعتبر بإذن الله يجينا ميسي ميسي إله بطاقة بدوري الأبطال اوه فيليبي لويس صار عندي ثلاث لعبين أصدره ما بدي كلها اللعيبة هاي المشكلة انه كلهم أصدره يسار ما طلعلي ولا واحد منهم زهير يمين شوف هونه كمان في دوري انجليزي لا ما فيه الجنسيتو انجليزية أي شي طيب يشبك على الكولومبي ما فيه يطلعو لك شي جيد يا أما أسوأ من السيئين ذات نفسهم بس خلينا نشبكو معراكيتش ماشي معقول نوعا ما ان شاء الله يجيني مهاجم كمان بإذن الله اوه لا ما بيجيني بيجيني هرناندز والله تقاطه خطيرة طوله معقول أكيد يعني تقريبا 185 لا 182 وعنا هازارد مين أخد طيب فعليا بيحتار الواحد ف رح أخد هرناندز ليش أخدت هرناندز لأنه دوري إسباني وأنا بصراحة محتاج شوي تلعيبة من الدوري الإسباني و بنفس الوقت قلب الدفاع هذا 85 يعتبر تعبان توني ميسي طيب أي شي صاني عنا بيرناردو سيلبا رح أخد بيرناردو سيلبا على اعتبار أنه من الدوري الإنجليزي و بنفس الوقت بيشبك مع دي بروين أخضر فيعتبر معقول التناغم صار أو عفوا صار 95 كمي خلينا نشوف هل في بطاقات كمان ولا خلص أوكي عنا لوكاس دينيا ما يعني هو ما اللي رح يحتاجه و عنا فلورنزي و عنا خلص خد فلورنزي لوكاس دينيا لأنه عندي ثلاث أظهرة من بطاقات دوري الأبطال فمستحيل إنه ينزل أصلا آه لا هاي وانس تواتش ما لتعتبر من بطاقات دوري الأبطال بس يعني كبطاقة تعتبر جيدة نوعا ما خلينا نكمل و نشوف بس بسم الله أوه هذا اللي كنت عم بستنى هذا اللي كنت عم بستنى تعال يا ميسي تعال والله شي ممتاز تناغم كامل الأمور كلها تمام وهيك كانت تناغمه سبعة بس بس والله يا ميسي الحمد لله أنه يجاني حاليا كم لاعف فيه بالتشكيلة الأساسية فيه ثلاثة أو مو ثلاثة فيه خمسة على الاحتياط فيه واحد اثنين فيه اثنين على الاحتياط ما فيه مشاكل خلينا نكمل بسم الله أوكي هاده جنسيته إسبانية و من الدوري الإسباني يعني تجاني شي حارس فرنسي يعني بالدوري الإنجليزي لوريس والشي كان شبك مع هرناندز و مع دافينسون سانشيز نفس الوقت فاه يلا هم عنا ما بقي عنا كثير مراكز هم ما فيه أي شي من دوري الأبطال نحن عنا حارس من الدوري الإنجليزي فبناخد اليسون بالمرة يعني جنسيته برازيلية بيبقى لنا ثلاث مراكز ان شاء الله يجين شي لعب منهم يا رب من دوري الأبطال آه لا ما فيه هون فيه بنت أخده ولا لا أخده خلص كان فيني أخد بنيجة يمكن كان أفضل لي شوي بس ما فيه أي مشكلة واو واو ما فيه أضعف من هيك لحيبة يعني عندكن خلص آخر مركز بالتشكيلة عنا لليوم وبيكون لعب فضيه اللي كنا اللي عمقول وين كون يا فضيين ما كنتوا تطلعوا لي يعني استغربت بالبداية لكن هلأ ما عد فيه أي استغراب فممكن أعمل شي اللي هو أن ينزل فيليب بيلويس ظهير يسار تمام ممكن أن ينزل فيليب بيلويس أو تليس بس فيليب بيلويس أفضل لنا وشوف ليش يظهير يمين من الدوري الإنجليزي والله ما بعرف يعني هاده من الدوري الإنجليزي هي التشكيلة يعني ها شوين ضربت بس يعني والله مشكلة التشكيلة صارت ضربت شوي خلص رح حاول التشكيلة على قدر الإمكان وبعد رح أرجع على الكون أوكي متل ما أنتم شايفين هي التشكيلة النهائية اللي طلعت معنا طبعا عندي بالتشكيلة الأساسية خمس لعبين وعلى احتياط اثنين احتمال ينزل الاثنين واحتمال ينزل واحد لأنه بصراحة كلهم أظهر يسار وانا عندي ظهير يسار ففهمتم شو المشكلة ممكن أن ينزل واحد كظاهير يمين واحد ممكن كقلب دفاع الله أعلم شلي ممكن يصير لكن خلينا نختار مدرب يوصلنا التناغم مية أهم شي في دور إسباني يوصلنا التناغم مية فخلص مناخد هذا المدرب والتناغم حلوميين ميسي تناغمه كامل غريزمان كامل هنريك أكيد كامل كانتي ممتاز بس دي بروين هو اللي ناقص تناغمه ممكن انه نبدل مكانه بكانتي مثلا ولا شي فعنا عشر لعبة من الدور الإسباني وتسعة من الدور الإنجليزي فخلينا الآن ننطلع على المباراة وان شاء الله انه نحسن نجيب فوز بعد التحدي في دعديه البسيط بس رح بصير بالتشكيلة لأن دي بروين تناغمه ستة فرح بطلع وبنزل بينات مكانه فبياخد تناغم 8 وبنخلي راكيديتش بالنص فهيك بيكون كلهم يعتبر تناغمهم كامل دي بروين رح مخليه طبعا على مقاعد الاحتياط فممكن انه نزله يعني أكيد داخل المباراة ما عارف اذا كنت رح بنزله ولا لا بس خلينا الآن ندور على شي خصم هات هات خلينا نشوف يا اخي كل البشر صارت تشكيلاتهم اسطورية شوف خط الوسط عنده فييرا وكوندوبيا وارتر هجومه يعني بنزيما يمكن الوحيد السيء الاثنين الباقين سانشو ممتاز بس كوتينيو كجناحي اعتبر سيء ودفاعه خطير حارسه عادي جدا اوكي شوفوا اللي رح بصير مشان خليل كل بطاقات دور الأبطال التشاري رح بطلع هرناندز ونزل فيليبي لويس ونزل تليس على اليمين فهيك بطاقات يعني دفاعي كله من بطاقات دور الأبطال خط الوسط فيه راكتيتش طبعا والهجوم جريزمان وميسي لكن رح مننزل هون ما بعرف نزل دي بروين ولا نزل نينجولان ما جربت نينجولان فرح بعطيه فرصة ولا خلص بما انه عندي كانت دفاعي فمننزل دي بروين ومنخلي التشكيلة على هذا الشكل بإذن الله تشكيلة تبدأ ان شاء الله بعرف خسرنا لازم اليوم فوز وفوز يعني يا حبيبي شو هذا سانشو ما بيتوقف هنا تفدأ هاو تخيل لقد تسجلت هاو نزليني مهار هو ?, ، ، ، هياو ، هاو ، ، لا ادمت هالحركات يا حبيبي ايوه كفو والله اسطورة الدفنسون سانشيز يلا الغزال الاسمرت الله عليك أليسون راكتيجو قول يعني هدف سلكان انا بعترف بس بيضل هدف لاني انا بتلقى دائما هيك اهدام يعني اذا استجلت مو حرام وعلى قليلة تسجلنا بلاعب من بتاقة دوري ابطال اوروبا فهذا الشي الحلو بوم اوه هده مين هده سانشو اوه ها ما طلعت فلبي لويس جيبو والله سريع سانشو سريع حلو يلا يا كريزمان رجع راكتيجو انا لعبنا لماسي كنت بس يلا والله عليك يا كانتي لا يطلع من فوقك ها لا يطلع من فوقك والله حرامي اخي اووووووووووووو لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لكن احنا نعتبر فزنا بالتحدي لانه الخصم نسحب والتحدي المفروض انه يعني من مباراة لكن مشان ما يكون المقطع قصير فمنلعب مباراة ثانية يلا يا حبيبي عطينا تشكيلتك هجوم يا اخي هجومه هجومه سبحان الله يعني كريستيانو 99 وبس وهنري وبخط الوسط خطير دفاعه فاندايك طالما فاندايك موجود بالدفاع والكس هندرو يعني صعب اختراقه بسم الله الرحمن الرحيم بداية المباراة و تيريون ري هرفت وعرقله لكن مازال فاول هو نزلي مرسله هو اكيد يعني مرسله اسراء هاي شو لي فقط اتصالك بالسيرفرات هيك فجأة الاتصال بالانترنت موجود وكل شيء تمام بس هيك فقط اتصالك بالسيرفرات فجأة هيك شو اللي عم يصير معكن انتو يا لعبة والله ما بعرف شو صاير اليومين خلينا نشوف ان شاء الله والله بيكونوا هلأ خسروني بالمباراة ان شاء الله ما نكون خسرنا بالمباراة بس خسروني بالمباراة و شوفوا كم باك عندي من الباكات اللي بلعبها بالدرافت عادة دايما بنسحب بلعب المباراة الاولى و بنسحب ميتين وتسعة وتلاتين باك فاعرف ان المقطع ممكن يكون قصير نوعا ما لكن والله الغلط مو مني الغلط من هالشركة الغبية اللي بتعمل فيني هيك حركات دائما فهيك نادر نقول ان نوصل لنهاية هذا المقطع لا تستطيع ضغطك على زر لايك وتشترك بالقناة زي ماك تمشترك اول ما منوصلة 8500 لايك فبنزلكم الحلقة الجديدة طبعا من سلسلة تحديات الفوتو درافت فوصلوناها باسرع وقت اذا وصلناها اليوم فممكن ان نزلكم تحدي جديد اليوم فبس هدلي كان عندي اليوم في امان الله